موسيقى 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 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في حلقة جديدة من برنامج في أروقة رمضان وموعيدنا اليوم مع شخصية كبيرة من أهم شخصيات تاريخنا العلمي والحضاري صاحبنا اليوم هو صاحب درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة وصاحب الإلمام بمن في أرض الحبشة من ملوك الإسلام وصاحب إغاثة الأمة بكشف الغمة صاحبنا اليوم صاحب الموسعات العلمية الكبيرة الشهيرة فهو الذي كتب واحدا من أوسع الكتب في السيرة النبوية كتاب مشهور جدا كتاب امتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع وكتب واحدا من أوسع الكتب في تاريخ عصره كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك صاحبنا اليوم مؤرخ قال عنه تلميذه المؤرخ الكبير ابن تغري بردي هو أعظم من رأيناه في علم التاريخ هو أعظم من رأيناه في علم التاريخ وضروبه مع معرفة لمن عاصره من علماء المؤرخين والفرق بينهما ظاهر صاحبنا اليوم هو المشهور بكتابه الفريد المواعظ والاعتبار في الخطط والآثار لا شك أنكم عرفتموه أنه شيخ المؤرخين المصريين تقي الدين المقريزي وتقي الدين المقريزي توفي في مثل هذا اليوم السادس عشر من رمضان من عام أربع وخمسين وثمانمائة للهجرة النبوية المشرفة المقريزي ولد في عام ستمائة ستة وستين للهجرة نشأ في حارة اسمها حارة برجوان في القاهرة وكانت من أجمل الحارات القاهرة في ذلك الزمن حتى أنه يقول عن نفسه كنا نفتخر على أطرابنا وأضرابنا بأننا من أبناء حارة برجوان ومع أنه ولد لأب حنبلي من عائلة حنبلية وولد في بيئة شافعية في مصر طبعا مصر يسود فيها المذهب الشافعي إلا أنه كان حنفيا كيف ذلك؟ سر في ذلك يعود إلى هذه القصة الطريفة كان جده عبد القادر هو أحمد بن علي بن عبد القادر جده عبد القادر المقريزي هو حنبلي يعود أصله إلى حارة المقارزة في بعلبك من أرض الشام فلذلك يلقب بالمقريزي لم يكن فقط حنبليا بل كان من أعيان الحنابلة ومن المحدثين وكان يتردد على مصر في ذلك الوقت طبعا كانت مصر والشام دولة واحدة لكن هذا الجد لم يستقر في مصر وإنما مات في دمشق لكن تردده على مصر أغرى ولده عليا اللي هو والد المقريزي المؤرخ المعروف صاحبنا في هذه الحلقة أغراه بالاستقرار في مصر ففعلا أقام بها وعمل في كتابة الإنشاء كتابة الإنشاء وظيفة تشبه اليوم عمل وزارة الخارجية أو مكتب الرئيس يعني مسألة الإنشاء الرسائل السفارات الخطابات ونحو هذه الأمور فصاحبنا هذا علي الذي هو والد المقريزي عمل في مصر في كتابة الإنشاء وتزوج من أسماء بنت الشيخ شمس الدين بن الصائغ والشيخ شمس الدين بن الصائغ كان مفتيا في دار العدل وكان يدرس المذهب الحنفي والقراءات وكان حنفيا هذا الجد هو الذي نشأ صاحبنا المقريزي في رعايته فبهذا صار حنفيا مع أنه في بلد شافعي ومع أن أباءه من أعيان الحنابلة هذا الجد توفي والمقريزي في العشرة من عمره ليس أكثر من ذلك وفيما بعد ذلك مات أبوه بعد ثلاث سنوات من موت جده وكان المقريزي في ذلك الوقت في الثالثة عشر من عمره وعندئذ اختار المقريزي أن يتحول إلى المذهب الشافعي بعدما كان تلقى علومه على المذهب الحنفي وربما كان ذلك تأثرا بالبيئة التي يسودها المذهب الشافعي في مصر وطبعا أنتم تعرفون أن البيئة التي يسودها مذهب معين فاعتناق هذا المذهب هو الذي يوفر فرص الترقي والأعمال ومسائل القضاء والفتوى والكتابة يعني من الأفضل أن يكون الرجل على مذهب أهل بلدي السخاوي المؤرخ المعروف أيضا وهو من تلاميذ المقريزي كتب أنه قرأ بخط المقريزي أن المقريزي تلقى العلم على حوالي 600 شيخ أخذ عنهم الفقه والحديث والقراءات والنحو واللغة والأدب والتاريخ وبلا شك طبعا لا نعرف هؤلاء 600 لكن بلا شك أن أشهر هؤلاء المشايخ هو العلامة الكبير الذي ملأ الدنيا وشغل الناس هو ابن خلدون ابن خلدون كان من يعني استقر في مصر طبعا ابن خلدون صاحب المقدمة المشهورة المعروفة وابن خلدون كان شيخا للمقريزي وكان المقريزي شديد الإعجاب به وشديد الإعجاب بمقدمة ابن خلدون حتى أن المقريزي يقول عن مقدمة ابن خلدون إن مقدمته لم يعمل مثالها وإنه لعزيز أن ينال مجتهد منالها إذ هي زبدة العلوم والمعارف ونتيجة العقول السليمة والفهوم فابن خلدون كان قد بدأ استقراره في مصر منذ أن كان المقريزي حوالي يعني في الثامنة عشر من عمره فكأن عبقرية ابن خلدون وجدت تلميذا نجيبا يتهيأ لتلقيها ولذلك كارى بعض المؤرخين أن حاسة التاريخ الاجتماعي لدى المقريزي كانت من ثمرات ابن خلدون وبعضهم يعني يعبر عن هذا الموضوع بشكل آخر يقول أن المقريزي حاول تطبيق ما جاء في مقدمة ابن خلدون عمليا وعلى الواقع المصري في ذلك الوقت طبعا ابن خلدون استمر في القاهرة حتى توفي عام 808 للهجرة وطبعا عمل بالقضاء المالكية وكان حين توفي ابن خلدون كان صاحبنا المقريزي في الثانية والأربعين من عمره يعني كان في أوجي نضوجه الفكري وإن شاء الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج سنتكلم عن ابن خلدون لأنه أيضا توفي في رمضان في يوم 26 من رمضان رحم الله الجميع عصر المقريزي كان عصرا حافلا بالعلماء يكفي أن تعرف أنه من أصدقاء المقريزي الإمام الحافظ العلم الكبير ابن حجر العسقلاني طبعا صاحب فتح الباري أشهر وأعظم شروح البخاري على الإطلاق وابن حجر فوق كونه فقيها على المثب الشافعي وكان تولى قضاء القضاء وفوق كونه محدثا فهو أيضا مؤرخ عتيد وكان له علاقة جميلة بالمقريزي حتى أن ابن حجر وصف المقريزي بأنه الإمام الأوحد المطلع الذي له التصانيف الباهرة في تاريخ القاهرة ويقول عن المقريزي بمناسبة مؤلفاته عن القاهرة فإنه أحيى معالمها وأوضح مجاهلها وجدد مآثرها كذلك من أقران المقريزي في ذلك العصر أيضا بدر الدين العيني وبدر الدين العيني نظير بن حجر طبعا هو فقيه حنفي ومؤرخ ومحدث أيضا له كتب له شرح للبخاري صاحب عمدة القاري شرح البخاري وكذلك له كتب في التاريخ فإذا تأملنا عصر المقريزي سنرى أنه حافل بالعلماء المقريزي بدأ يعني بدأنا نراه يندرج في وظائف الدولة منذ أن كان في سن الشباب وظائف الدولة في ذلك الوقت كانت تسمى الوظائف الديوانية يعني نحن نرى له في مطلع العشرينات من عمره أنه كان يباشر التوقيع السلطاني عند القاضي وكان مركز عمله في القلعة القلعة اللي هي قصر الرئاسة بمصطلحنا المعاصر اللي هي قلعة صلاح الدين الأيوبي هو من غير الشك أن المقريزي تفوق في هذه الأعمال الموكلة إليه لأننا سنراه بعد قليل بدون أن نعرف التواريخ الدقيقة لكن سنراه بعد قليل قد تولى حسبة القاهرة والوجه البحري وهذا عمل ضخم يعني وهذا الكلام في سنة 801 تقريبا كان هو في الخامسة والثلاثين من عمره هو الحسبة عمل واسع فالحسبة عمل رقابي يفتش على الأسواق والمؤسسات التجارية والصحية والخدمية يراقب الموازين والمكييل والنقود ويراقب على الأطباء والخبازين والجزارين وأصحاب الحمامات يعني حتى من جهة النظافة أو من جهة جودة العمل أو الالتزام بالمعايير المقررة يعني أي قارئ أو أي مشاهد في حضراتكم لو فتح كتابا في الحسبة سيرى أن الحسبة عمل واسع فأن يتولى الرجل في الخامسة والثلاثين من عمره فهو يعني أمر كبير يعني الحسبة الآن جزء من أعمال وزارات كثيرة مثل الصحة والتموين والبلدية والمرور وغير ذلك وأيضا تولى المقريز نيابة الحكم وتولى الخطابة في جامع عمر بن العاص وجامع عمر بن العاص والمسجد الجامع في الفستاط أو مصر القديمة هو أول مسجد بنية في مصر الإسلامية وفيما بعد سنراه تولى التدريس أيضا في مدرسة السلطان حسن وكان إماما في جامع الحاكم وجامع الحاكم بأمر الله هو المسجد الجامع للقاهرة الفاطمية ويعتبر ثاني الجوامع الكبرى في القاهرة بعد الجامع الأزهر الشريف فهذه الوظائف كلها لا ريب أنها أضافت كثيرا أيضا لعقل المؤرخ الحاذق اللي هو صاحبنا المقريزي وأطلعته على خبايا وتفاصيل عديدة لا تتوفر لمن لم يشتغل بالعمل العام ويعالج شأن الناس عن قرب يعني أنتم تعرفون أن من عالج مسائل طرق الحكم والمراقبة وانتبه لوسائل الناس في المناورة والمخادعة وكان متصلا بأعماق حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية يعني هذا كله يكسبه الطلاعا قريبا على خريطة القاهرة وعلى أخطاطها وأنحائها وزواياها ومراقبة الأمور يعني مراقبة هذه الأمور كلها عن قرب هذه الأمور اللي هي جزء من العمل اليوم لصاحبها لا شك أنها توفر له خبرة لا يتيسر مثلها للرحالة والزائر والعابر فكأن الله سبحانه وتعالى كان يهيئه بهذه الوظائف لكتابة هذه الأعمال التاريخية الاجتماعية الاقتصادية الفائقة التي أثمرتها قريحته قريحة المقريزي سنرى فيما بعد أن السلاطين المماليك استعانوا به حتى خارج مصر يعني نرى في تاريخ المقريزي أن المقريزي راحل إلى دمشق كان ذلك بصحبة السلطان فرج بن برقوق وأنه كان تردد على دمشق أكثر من مرة وتولى في دمشق نظر وقف القلانسي والبيمارستان النوري البيمارستان النوري هذا من أشهر المستشفيات في التاريخ الإسلامي بناه طبعا نور الدين محمود وأوقفه على الفقراء والمساكين وله حكايات تروى عنه في مستوى الخدمة يعني يمكن الرجوع إليها في كتب التاريخ الحضاري وفي زمن المقريزي كان قد مر على هذا المستشفى حوالي ثلاثة قرون وكذلك نراه في دمشق درس الحديث في دار الحديث الأشرفية والمدرسة الإقبالية وحتى عرض عليه السلطان أن يتولى قضاء الشافعية في دمشق إلا أنه أبى ومن بعد ذلك يعني بعد مقتل السلطان فرج بن برقوق تولى بعده السلطان المؤيد شيخ المملوكي وبان المدرسة المؤيدة في القاهرة وكمان المقريزي تولى تدريس الحديث فيها نواصل معكم رحلتنا مع المقريزي بعد هذا الفاصل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نواصل معكم رحلتنا مع المقريزي طبعا رأينا رحلة حافلة من طلب العلم ومن الوظائف ومن الإشراف على أمور واسعة كثيرة المهم أن المقريزي لما بلغ الستين ترك الوظائف وعزم على الانقطاع للتأليف والتصنيف واعتكف في بيته يقولون أنه لم يكن يزور أحدا لكن الناس من أحب أن يزوره كان يزوره ففي هذه الفترة اليوم بعد الستين أخرج المقريزي مؤلفاته التاريخية التي اشتهر بها وظل على هذا النحو إلى وفاته بعد عشرين سنة هذا الاعتكاف استمر عشرين سنة لم يقطعه إلا رحلة واحدة قام بها إلى مكة وأقام في مكة خمس سنوات وكان ذلك بعد أن بلغ السبعين وهو في السبعين ذهب إلى مكة وعاد إلى مصر وهو في الخامسة والسبعين وفي مكة عقد مجال السماع لكتابه العظيم في السيرة النبوية كتاب امتاع الأسماع بما للنبي من الأموال والأحوال والحفظة والمتاوى وكتاب جليل مطبوع مؤخرا فيه خمستاشر مجلد وهذه الإقامة في مكة أيضا أفادت المقريزي مزيدا عن علم التاريخ حتى لأننا سنجد أنه كتب فيها بعض الكتب مثل كتابه الإلمام طبعا بقاؤه في مكة أعطاه قدرة على مجاورة الحجيج ومعرفة بالجزيرة العربية فكتب الإلمام بمن في أرض الحبشة من ملوك الإسلام وكتب أيضا كتابه الذهب المسبوك في من حج إلى البيت الحرام من الخلفاء والملوك وكتب الإشارة والإعلام ببناء الكعبة والبيت الحرام وكتب الطرفة الغريبة في أخبار وادي حضراموت العجيبة وغيرها من هذه المؤلفات طيب لماذا يرقب المقريزي بشيخ المؤرخين المصريين نحن إذا تأملنا مؤلفات المقريزي سنجد أنها مشروع علمي كبير هذا المشروع يؤرخ لمصر على ثلاث مستويات المستوى الأول مستوى الرجال والتراجب وذلك في كتاب أشهر كتب هذا المستوى كتاب المقريزي المقفى الكبير وهو كتاب لم يكمله المقريزي وحتى الجزء الذي كتبه منه لم يصل إلينا كاملا كتاب المقفى هذا يشبه المشروع العلمي للخطيب البغدادي في تاريخ بغداد والمشروع العلمي لابن عساكر في تاريخ دمشق يعني هو تاريخ للرجال المهمين الذين سكنوا البلدة أو مروا بها وطبعا سواء تاريخ بغداد أو تاريخ دمشق أو المقفى أو غيرها هذه أعمال موسوعية فاخرة تحتاج جهدا عظيما وصبرا طويلا ومع ذلك فله بعد هذه الموسوعة في رجال القاهرة له كتب أخرى في التراجم من أهمها كتاب أفرده لتراجم الرجال في عصره هو ولذلك سماه درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة وأيضا برضو هذا الكتاب لم يصل إلينا مع الأسف كاملا وله كتابان مفقودان أيضا في التراجم كتاب أرخ فيه للوزراء في تاريخ الإسلام وخصص من هذا الكتاب كتابا مفردا للوزراء المصريين سماه تلقيح العقول والآراء في تنقيح أخبار الجلة الوزراء وقاله كتاب آخر وهو كتاب عن كتاب السر سماه خلاصة التبر التبر اللي هو الذهب يعني خلاصة التبر في أخبار كتاب السر وقلنا أن هذين الكتابين مفقودين المستوى الثاني مستوى التاريخ العام فهو المقريزي أرخى للحوادث التي جرت في مصر منذ فتحها وأحيانا طبعا ما قبل فتحها وحتى عصره هو ونستطيع أن نجد ثلاث كتب كبرى مرحلة الفتح الإسلامي إلى ما قبل الدولة الفاطمية كتبها في كتاب سماه عقد جواهر الأصفات من أخبار مدينة الفستاط وهو أيضا كتاب مفقود المرحلة الثانية اللي هي مرحلة القاهرة العاصمة الفاطمية أرخ لها المقريزي في كتابه اتعاض الحنفة بأخبار الآئمة الفاطميين الخلفاء فترة الفاطمية المرحلة التي بعدهم هي مرحلة الأيوبيين والمماليك وهو عاش في ظل المماليك أرخ لها في كتابه الشهير كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك فالمقريزي بهذه الكتب السلاسة غطى التاريخ العام لمصر الإسلامية منذ فتحها وحتى وفاته هذا طبعا فضلا له كتب أخرى تتعلق بموضوعات مخصوصة يعني موضوعات معينة له مثلا كتاب البيان والإعراب بمن نزل أرض مصر من الأعراب هذا يتكلم عن تاريخ موضوعي عن الأعراب وله كتاب آخر إغاثة الأمة بكشف الغمة وهو أشبه بتاريخ اقتصاد اجتماعي لأنه يؤرخ فيه للمجاعات التي حصلت في مصر مستوى الثالث احنا قلنا المستوى الأول مستوى التراجم والرجال مستوى الثاني مستوى التاريخ العام مستوى الثالث مستوى التاريخ للخطط والعمران وهنا الكتاب الأشهر للمقريزي وهو كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار هذا يصف فيه عمران القاهرة وتطوره ويعطي للقارئ صورة عن الأحياء والأزقة والجوامع والكنائس والزوايا الخنقوات وما يتصل بذلك من تاريخ اقتصادي واجتماعي وفوق ذلك كله هذا في التاريخ المصري فله موسوعته الشهيرة اللي هي موسوعة إمتاعه الأسماء وهي طبعا موسوعة تشهد باستقصائه واستيعابه وتتبعه لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرت قبل قليل أنها طبعت في خمستاشر مجلد ثم يعني له كتب أخرى أقل من هذا كتب في المعادن وكتب في النحل وكتب في الماء ويعني على كل حال هذا المشروع العلمي الضخم للمقريزي هو الذي جعل المؤرخين من بعده يلقبونه بأنه شيخ المؤرخين المصريين مع أنه كان في عصر يعني حافل بالمؤرخين سواء في طبقته كما قلنا ابن حجر والعيني أو في الطبقة التي تليه طبقة السخاوي والسيوطي وابن تغري بردي وكل هؤلاء لهم انتاج كبير في التاريخ المصري أحب أن أشير إلى هذه الفائدة المهمة التي تبدو واضحة لنا في تراث المقريزي وهي فائدة تعتبر من أهم المزايا في تاريخنا العلمي الحضاري كله وهي فائدة ارتباط الدين بالدنيا ارتباط العلم بالعمل مسألة أن العلم لم يكن أمرا يعني منفصلا عن الواقع لم يكن معنى مجرد لا أبدا المقريزي لما كتب عن عمران مدينة القاهرة ماذا سمى الكتاب؟ سماه المواعظ والاعتبار تأمل هنا كيف جعل هذا العمل العلمي التاريخي بغرض أخذ الموعظة وأخذ العبرة لأن التأمل في أحوال الدنيا تأمل في أحوال العالم في التاريخ المقصود منه أصلا أن لا يغتر أحد بهذه الدنيا ولا يتعلق بها فسائر ما على هذه الأرض الآن الآن سيندرس وسينتهي مثلما أن سائر المباني الفخمة الرائعة التي بنها ملوك التاريخ وأباطرته تحولت إلى أطلال وآثار أو حتى اندرست واختفت بالكلية فانظر إلى هذا المعنى المقريزي يعني يقول في كتابه هذا المواعظ والاعتبار فأردت أن ألخص منها أنباء ما بديار مصر من الآثار الباقية عن الأمم الماضية والقرون الخالية وما بقي بفصطات مصر من المعاهد غير ما كاد يفنيه البلا والقدم ولم يبق إلا أن يمح ورسمها الفناء والعدم يضيف فلهذا سميته كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار وإني لأرجو أن يحظى إن شاء الله تعالى عند الملوك ولا ينبو عنه طباع العامي والصعلوك ويجله العالم المنتهي ويعجب به الطالب المبتدي وترضاه خلائق العابد الناسك ولا يمجه سمع الخليع الفاتك ويتخذه أهل البطالة والرفاهية سمرا ويعده أولو الرأي والتدبير موعظة وعبرة يستدلون به على عظيم قدرة الله في تبديل الأبدال ويعرفون به عجائب صنع ربنا سبحانه من تنقل الأمور إلى حال بعد حال ثم يختم هو فيقول وأما منفعة هذا الكتاب فإن الأمر فيها يتبين من الغرض في وضعه ومن عنوانه أعني أن منفعته هي أن يشرف المرء في زمن قصير على ما كان في أرض مصر من الحوادث والتغييرات في الأزمنة المتطاولة والأعوام الكثيرة فتتهذب بتدبر ذلك نفسه وترتاض أخلاقه فيحب الخير ويفعله ويكره الشر ويتجنبه ويعرف فناء الدنيا فيحظى بالإعراض عنها والإقبال على ما يبقى يعني الإقبال على دار الآخرة وها بالجملة أيها الإخوة الأحباب فالواقع أن من يقرأ كتب التاريخ ومن يقرأ كتب الآثار والعمران والخطط فعلا يتجسد أمامه قول الله تعالى فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث وهذه طبعا في سورة المؤمنون وقوله تبارك وتعالى في سورة سبأ فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يعني فعلا الاطلاع على آثار البلاد والآثار والأطلال المباني التي كانت قصورا عظيمة لو أن للمدن لسان يحكي ما مر بها من أخبار الملوك والسلاطين والقصور ففعلا يتجسد أمام المرء قول الله تعالى فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث يعني كل ما كان واقعا في الدنيا صار الآن أحاديث نتلوها نتدارسها نحكيها نتسامر بها نحاول أن نعتبر منها ونتعظ بها فكل ما على هذه الدنيا أمور فانية فأولى الناس بالاتعاظ بما يجري في هذه الحياة هو من يطالع التاريخ لأنه يطالع الموتى كل الأسماء الذين نقرأهم في الكتب ماتوا ومات أبناؤهم ومات أحفادهم وماتت سلالاتهم فكل هؤلاء صاروا موتى وهذا أمر ينبه الإنسان إلى حاله وحال نفسه يعني شاعر العربي كان يقول ما زال يلهج بالتاريخ يكتبه حتى رأيناه في التاريخ مكتوبا أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة